أنا لما برد عليهم على صفحة البرنامج وبقول لهم كده أقول لها تبروح لحد المتخصص تقول لي هو رافض أعمله إيه؟ هو رافض وكل ما أقوله يتخانق معي ويقول لي فيه الموضوع ده خالص ففيه ناس بترفض وارد بس مش كل الناس هترفض بس حتى لو رافض مرة واثنين وثلاثة وعشرة طيب يبقى أول حاجة قاعد مع حد المتخصص ده رقم واحد لازم لازم نصح ما فهمنا أنا يعني إيه أصلا جواز بالنسبة لي إحنا إيمان بنتجوز غلط أنا مش عارف احتياجاتي إيه والست مش عارف احتياجاتها إيه الست بتهرب في الغالب من بيت أهلها علشان متى خيلا أن الجواز هيبقى خروج وصفر ودبديب وحياة وردية المتعة بس ما فيهوش مسؤوليات وطرطيت وصفر وصور ودبديب وبتاعه يعمل لها مفاجآت وينزل لها يعمل لها العرض وحاجات كتيرة ممكن يبقى ده موجود وتبقى لحظات من الحياة لكن مش الحياة كلها كده والراجل نفس الكلام بيتجوز عشان علاقة جسدية أو حميمية في إطار ديني وشرعي سليم ما يبقاش فيه مخالفات تحصل برا إطار الجواز فلما بنيجي نختار معاييرنا أصلا في الاختيار غلط فده اللي بيخلينا في الأول نتنازل عن الحاجات اللي مش عاجباني وأبدأ أقول ما هي فيه حتة هتتملي الباقي نعوضه بعد الجواز ونزبطه ده حقيقة الحب الحب بجد البني أدم اللي بيحب ما بيبقاش بجد شايف حد حتى مساوئ الشخص اللي بيحبه بيشوفها مزايا يعني عيوبك أنا لما لو حبيتك هشوفها الله دي أحلى حاجة في الديني هنا برضو فيها تركاية إمان إن مش كل العيوب اللي أنا بشوفها باسم الحب ينفع أقول عليها مزايا ده يبقى تعلق مش حب مية في مية أهما هو تعلق فعلا فلتعلق أصلا ده شيء مرضي محتاج إنه هو يروح للثربست علشان يبدأ يعدل ده من حبي للشخص اللي قدامي جزء كبير منه حب النفسي فأنا لو بحب نفسي كفاية فبقدرها فمش هسمح بإن اللي قدامي يقلل من التقدير ده والعكس صحيح فأنا هقدر اللي قدامي على قد حبي لأفسي فالحب ما ينفعش يبقى فيه تعلق وإن أنا شوف المزايا إيه عيوب لأ أنا شايف يخلي بالك يا إيمان دي بتضيقني نحلها إزاي هحلها والله عن طريق واحدة اتنين ثلاثة طب مش عارفين نلجأ لحد متخصص يساعدني مثلا إيه فأثناء الخطوبة تلاقي بيغير زيادة ممكن يشخط ويزعق لها في الشارع أو مثلا قدام صحابها أو قدام شغلها ممكن يمدي إيده ممكن يعمل حاجات كتير غريبة فتيجي هي تزعل شبعي كنت تقولك أصله بيغير علي هو يقنحها بقى أنا أنا بحبك وبغير عليك وأنا لو راجل بارد مش هعمل كده فهو ده اللي بقوله أن احنا بنشوف الصورة عكس اللي هو بنعديله الغلطة الغيرة صحية ولكن كل إهانة لفظية أو جسدية فإذن هنا عندنا مشكلة خطيرة جدا ومش هتتغير بعد الجواز بالنسبة كبيرة جدا غير مسموح بإهانة طرف للتاني الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج تحت أي مسمى أصله بيغير علي أصله معلش عصبي أصلها معلش هي لما بتتعصر ما بتشوفش قدامها أصلها لما ضربتني بسكينة من كام شهر ما كانتش تقصد مش منطقي كده دي كلها تحت مسمى التنازلات والتضحيات اللي مش هتتقدر قدامي اللي هيجي يتقلك أنت ما حدش قلك أنك تعمليه كده أنت اللي وفقت أن أنا مدي إيدي عليك ما قلت ليش أن ده بيضايقك لا ويجي في الآخر يقول لها ما أنت كنت مبسوطة دلوقتي بقيت وحش يعني يعني أنا دلوقتي بقيت معجبكيش فتلاقي السيد تلاقي كلام غريب عشان بعد الجواز المسكت بتتقلع آه يعني ما أنت كنت مبسوطة لأول وما كنتش بتعوضي تتداهي بي قدام صحابك يعني حتى بيكسر نفسيتها اللي هو بنت مجنونة بقى يعني ما أنت كولي ده كان حلو